السلام عليكم طلاب اليوم سنشرح المحاضرة الخامسة انتيور سيرفيكال تريانجل هي مهمة و بسيطة سهلة اول شي عندنا اذن اذا تذكرون بالمحاضرة الخامسة شرح تكملة المحاضرة الرابعة فنحن التكملة مخليها بنهاية المحاضرة الرابعة اللي نزلتها باليوتيوب فتقدرون ان تشوفوا وهذا يعني يعني اعبها لكم طفرنا لكنها ملابسة والترنك والأرثرا هذه كلها حوية المحاضرة الرابعة اليوم سنبدأ القبض انتيور سيرفيكال تريانجل نحن نبدأ ان يكون انتيور و بوستيرير لنأخذ الانتيور انتيور تريانجل يتكون من 4 تريانجل يعني هو الانتيور يتكون من 4 وهو الكارودد تريانجل صبمانديبلر تريانجل صبمانتل تريانجل ومسكولر تريانجل ها شوية رأينا ننتبه عادية مثلا عدنا هاي الصورة مثلا عدنا هاي الصورة مثل ماذا يرون هذا الازرق هذا البوسير سيريكل هاي كليدو ستيرنوكلايدوماستويد الانتير سيريكل تريانجل كله ككل الحدود الانتير بوردر ستيرنوكلايدوماستويد والميدلين واللاور بوردر حلو هاذا الانتير سيريكل تريانجل رأي قسمي الى فور تريانجل اول شي عدنا هاي المسل اللي هي الاموهايودمسل اللي تطلع من الهايودبون اللي هو هذا الهايودبون وتروح للسكابيولة وعدنا هاي المسل اللي تسميها الدايجسترق موسلز حسنا نوضح لكم اياهاي عدنا هاي المسلز الدايجسترق موسل انتيريار بولي و بوستيريار بولي هاي هاي راح ناخدهاي لاني هاي 2 موسلز فاذا اول شي السبمانديبيولار تريانجل راح يكون بين الانتيريار والبوستيريار بولي واللاور بوردر اف ماندبل زين الكارادد تريانجل راح يكون بين البوستيريار بولي اف دايجسترق و بين الاموهايود و بين جانه س grounded افضل الجانه الاموهايود الاس جانه الم sebenر راح يكون من الانتيريار البولي و من торجت جهانيه هذا واحد هم ليени تمتنى العجت عليهم انتهيار البواستيريار بولي و هاي يتبين هذا المسلز أدري اللاقصات عليكم شوية خلنشوف لكم هاي الصورة أوضح سنشوف هاي هاي مثل ماذا تشوفون هسا لدينا الموصل اللي لازم نعرفها الهوموهايويد بس والدايغاسترق هاي البوستيريار بولي وهي الانتيريار بولي بدلا لثلاث موصل دايغاسترق انتيريار بولي بوستيريار بولي والهوموهايويد وهذا الهيويد بون لذلك سيكون عندنا اول شي لدينا الكاروت التريانجل بين الأوموهايويد وهي الستيرنوكلايدوماستويد هذه الحدود والبوستيريار البولي و أخير شي المسكولر هم بين الأنتيريار بوردر مع الستيرنوكلايدوماستويد والأوموهايويد والميدلين يعني هنا أربع تريانجل لازم ندرخ ندرخ معلاتهم للأرجن والإنسيرشن مثل ما تشوفون ذهن نهاية المصورة مخليها الدكتور نوفر بس مو كل جوال حي يعني نرجع لهي الصورة از Addna Sub-mandible triangle من الجهتين معصور بين الأنتيريار والبوستيريار بالي مع الديكاسترق و بين الصب-mandible triangle ازید من الجهتين اكزوجها الانتيريار بحي اضافة إلى الكاروت التريانجل اللي بين الأستيرنوكلايدوماستويد الانتيريار بوردر معلتها والأوموهايويد والبوستيريار بالي و pidiledكاسترق وادنى المالك الشهن الآن سوف نأخذ الـ Triangle ونأخذ مالاتهم الـ Borders أول شيء قدنا الـ Carroded Triangle Posteriori مثل ما تشوفون هذه الصورة Posteriori Anterior Border مالSternocleidomastoid هذه الـ Boundaries Superiory Posterior Bleu وانتيري وانتيري شنو الأمو هذا المسل ماشي الآن يغطي هذا هو Carroded Triangle يغطي يغطي أول شيء الـ Skin وراء Superficial وراء البلاتزمة وراء الـ Infesting في أشياء كل هنا يغطن هذا الـ Triangle يجب أن نقوم بعمل كل هنا يبين الآن ما يحتوي الكاروتد يحتوي على الكاروتد الشيث الكاروتد الشيث تعتبر فيه الكاروتد الشيث اللي هي ماذا سوف تغطي؟ سوف تحتوي على common carotid artery والinternal carotid artery يعني ما هو هذه الcarotid sheath الموجودة بالcarotid triangle سوف تحتوي هي عبارة عن فيشة مثل ما تشوفون بهاية الصورة كل شواضحة هذه الدائرية البرتقالية هذه البرتقالية هذه فيشة سوف تحتوي على common carotid artery وعندما ينقسم common carotid artery بس الانتيرنر carotid artery سوف يبقى بها والانتيرنر jugular vein هذا الأزرق والCN يعني الكراينر نيرف العاشر الآن مالتها الattachment من ين تمدد الشيث اللower attachment من الايورتك ارش من الايورتك ارش من ما يطلع عنه هو المالة الايورت هوا من التقة Critical Attachment The smallardancience part is the markings of the carotid cannes corn象 barkis و ألي فقط نتعرف أن you should know the carotid cannes نأتقب عليه الآن The margins و زي öğرrise عندما ترى هذه الفتحة штitAMBORAL أضع هذه هذه هي الكاروتت كنال الفتحة اللي يدخل مياه انتيرنال كاروتت آرته يدخل العطم التامبرال عن طريق البيتوريالس بارت هو تامبرال مويد كومن بارتات البيتوريالس بارت بيفتحة الكاروتت كنال دعنا شوفكم اياها هذا من هنا هاي الكاروتت كنال تجي هنا تفتح ايتي اذا تشوفوها من فوق هايت هذا التمبور البون هاي الكاروت تتكينل هيا سواء هيا تدرو هيا هاي هاي مثل ما اذا تشوفوها هاي الكاروت تتكينل هاي بعدينا راح ناخذها وراح ناخذ شون يمشي بها الارتري هسا بس المهم جاي عرفكم عنها حتى تعرفون بخطيم الق sore كبك العلم كبك العلم ماتة المنزج الارضيه ماتة عن فور مصول فيهم الآيوغلوسوس والثييروهايويت والمدل والإنفيري والإنفيري ثم يوجد المسل موجودات 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 بالفلور ما من الفلور موجودات بالفلور ما هيا هي الكاراتي التريانجل حس أطير لكم إذا سوينا هذه هذه البلاتزمة لابدنا نسوي إلى هذه ليس لدينا الحدود الحدود مات والديكسرق وال هيا هي هيا هي هيا هي ذنيني حس إذا أريد نطلع مالات الفلور أول شيء يعني هيا هي والثانية والثالثة المدل والرابعة الانفيريار يعني هيا هي الانفيريار الكاراتي التريانجل ثم يمت لديك المدل والمدل الفلور الثيروهيار والهيوغلوس والمدل 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 كامان كاروتد ارتري اللي هذا نعرفه من العامل كامان كاروتد ارتري اللي يطلع عنه من جهة الرايط يطلع عنه من البراجيوسيفاليك ومن جهة الليف يطلع عنه مباشرة من الايورتك ارش مثل ما اذا شوفونه بهاي الصورة هذه جهة الليفت هذا الارش وهذا قبلد يطلع عنه هذا هنا وهنا قبلد يطلع عنه الآن انده كاروتد ارتري يمشي الانترنان جاغولار فين والفاقس نيرف بالكاروتد ارتري وينتهي باللفل ما 3-C4 بايفوركيشن انتو اكستيرنال انترنال كاروتد ارتري يعني باللفل ما سي فور هو السي فور يعني السيرفايكال الرابعة رح ينقسم الى انترنال وكستيرنال كاروتد ارتري الانترنال كاروتد ارتري رح هو يكمل بالكاروتد شيث بينما الانترنال لا ما يكمل بالكاروتش يعني الكاروتد شيث تكملويا الانترنال وما بي برانشات هاي جدا مهم خلوها ببالكم بالانترنال كاروتد ارتري والكامل كاروتد ارتري ما تطينا برانشات بينك الانترنال كاروتد ارتري يطب للدماغي الله يتقسم هو بس بينك الانترنال كاروتد ارتري و الشركات القادرة لا يبング ان يكون بها بينما لك أمريكة لأي في member specifically و لن أقوم عليها لن وقوم بكثه بعد على قرارة القادرة قد تزول الى صندوق المه Bear فقط بين الركلية وницу الى الركلية واستخدم المڑطل جيدا هناك من جديد الركلية جوب متى بين الإrate LORD كما ترى منا نرى هذا السبك ليفيان وهذا الكامون كارود صاعد وهنا منقسم منقسم الى اكستيرنال و انتيرنال الاخستيرنال دائما يصير الاخرار هذا الاخستيرنال وهذا الانتيرنال وراء جيد الكامون كارود دارتي جيف نو برانش هس ال هذه الملاحظات التي ترى ساعدنا الكيمو الكارودة والكارودة الكارودة السائنس عبارة عن Dilation or the carotid bifurcation يعني منطقة الانقسام عبارة عن Dilation تلخم وهذا السائنس وهذا البدي البرتقال وهذا السائنس والبرتقال هذا البدي الكاروت الساينس تحتوي على Baroreceptor هاي كله مهمة الكاروت الساينس Baroreceptor بينما الكاروت البي يحتوي على Chemoreceptors Cell Chemoreceptor Cells هاس الكاروت الساينس تحتوي على Baroreceptors والكاروت البي تحتوي على Chemoreceptors اثنينات الاساينس والبي راح يغذيهن ال Glossopharyngeal Nerve اللي هو التاسع هاي cranial nerves التاسع اللي هو نسمى Glossopharyngeal Neal راح غذيني الكاراتو السينوس والكاراتو الودي هسا قدنا نفشي يسمى كاراتو الودي تيومر كاراتو الودي تيومر وهو بلسطل يعني نقدر بي بلس هذا السويتك بي بلس على السايد اوف ذلك مثل ما تشوفون هاي الصورة و هاي الانجيوغرام و كذلك هنا نهم هذا نفس التيومر نسمى كيمو دكتومة كيمو دكتومة نفسي هو هذا كاراتو الودي تيومر كيمو دكتومة مثل ماذا ينرون بها الصورة وهي نفس الانجوغرام كيمو دكتومة يعني هو يعني صوار بها souring tumor هاسا قدنا شغلتين مهمة اللي اهم شيء بتبسرتك المثروبون اذا اجدت هاي الصورة في كاراتو الودي تيومر كتبوا كاراتو الودي تيومر و اذا اجدت الحالة كتبوا كيمو دكتوما بينما الانديوغرام نفس الشي عادي هو حاطه هنا وهنا شو تكتبون عادي الآن الكاروت السينست قلنا تحتوي على بارو ريسيبتر شو نشغل هاي البرو ريسيبتر هاي البرو ريسيبتر مع البلد براشر يعني تتحسس البلد براشر مع الجسم عن طريق التنشن مع الول مع الفيزلز فإذا كان مثلا البلد براشر عالي فرح تسوي أفيرانت نيرف للأدرينال موديلا بعدين تسوينا إفيرانت هاي الادرينال ستسوينا البرديكارديا والهاي بوتينشن بقلل البرد براشر والعاكس صحيح الكيمو ريسيبتر الموجودة في الوظيفته الكيمو ريسيبتر تقيس الأوزمولاراتي مع البلد يعني كمية الماء اللزوجة مع البلد الأوزمولاراتي فإذا كانت الأوزمولاراتي قليلة كمية الماء قليلة فش راح تسوي راح تشتغل على الهايبوثلامسي قلاند هاي كل مهمة الملاحظة إذا كانت قليل الماء في الجسم لأوزمولاراتي قليلة لازوجة بالدم يعني صاير لازج مثل ما نقول الثخين يحتاج ماء راح تشتغل على الهايبوثلامسي قلاند هاي كل مهمة هاي بوثلامسي قلاند هاي ش راح تسوينا القلاند راح تعطشنه راح تقلل اليورن راح تقلل السويتنك وبعد تسوي شغلات بسينا هاي تسوي هاي تقلل السويتنك حتى نحفظ الماء ونجيب بعد ماء وقلنا البرورسيبتر تشتغل على البلاد براشر وقلنا هاي تيومر و هاي كيمو دكتومه مثلا هنا اذا كان الكاروتت ريفلكس شون مثلا البلاد براشر شون مثلا الكاروتت ميسج راح تروح ميسج مثلا كان البلاد براشر عالي فقط ستة فرح يروح ميسج عن طريق الافيرنت هو التاسع اللي هو هذا اللي وقلنا نيرف سبلاي مالاته راح يروح للإدريان هي نفس إدريان مود الله ورح يروح تفعله بالفاقس نيرف للكاردياك بلاكس يعني هي بعدها تشتغل الكاردياك بلاكس فان طريق الفاقس نيرف يعني هو يغذي الكاردياك بلاكس ورح تفعلنا براديكارديا وهاي بوتينشين يعني هاي المثال شون تشتغل هي الهاي البروريسابتر ازيان هسا خلصنا الكمان كاروتت هسا ناخذ الانتيرنال كاروتت ارتري اي سي اي اي كاروتت ارتري يعني يمشي وراء الباق مثل ما تشوفون بهاي الصورة هذا الانتيريار هذا الانتيريار فهو هذا بوستيريار بوستيريار الاكستيرنال كاروتت ارتري و هاي 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 كاروتتت يدخل بيه مثل ما تشوفون هذا هو الانتيرنال يدخل بالكاروتتت جميلة جميلة هذا كل شيء بقاعدة الجمجمة يوجد في كافيرناس ساينس في ميدل كرين الفوسة كما ترون هنا في الشيء هنا في ميدل كرين الفوسة هذه الهوسة هذه كافيرناس ساينس وهو عبارة عن هذه الهوسة فهو راح يطوب من جواهي يدخل من جواهي هس هنا عندنا هاي الكافيرناس ساينس اللي قلت لكم عليها فهو هذا مثل ما يشوفون سيرطب من جواهي الانتين الكاراتد الكافيرناس بارتباعو بالميدل كرين الفوسة هاي 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 بالميدل كرين الفوسة مثل ما ترون هذا السفينويد هاي انا بطلع بس الكافيرناس ساينس هي عبارة عن شبكة ما الفينس وهذا هو مثل ما ترون طاب من جواهي الانتين الكاراتد طاب من جواهي اللي هو دي طلع عنه من ال هاي الكنال هاي هو هذا التيمبورال دي طلع عنه من الكنال وده يمشي جواهي ولا ما جاي يمشي جواهي ش رح يصير رح يقول لك هس رح نأخذ ميدال ميدال to the كلينويد بروسس أو في السفينويد ما هذا السفينويد عدنا هذا نسميه كلينويد بروسس فهو ميدال مثل ما تشوفون هو هذا مثل الصيريج حاط هذا موال السفينويد رح يمشي الارتري ميدال ذاك الارتري لم أشرأني ميدال ميدال هاي هم ملاحظة حتى نخلص مليان هاي زيان هس اخذنا انتر the carotid canal بعديا يطلع جو الكافيرناس بالميدال كلينويد بعديا ميدال to the anterior and the clinoid process شفتو شلون بعديا شنو internal carotid artery شنو ماتة الوظيفة يغذين the brain anterior خصوصا the anterior part and the middle of the brain يعني ما يغذين the muscles and the head and the neck ما لا علاقة and the bones and the gland لا يغذين the brain خصوصا the anterior and the orbital structure يعني the anterior and the middle give no branch and the neck اخذنا صحيح جيد the describe seven segments for the internal carotid artery خلال ماتة المسار لما يمشي بالنك يعني من وراء T4 لحد الكاروتد كان المال temporal نسمي cervical segment لما يطب بالكاروتد سنسمي pterios segment وال lacrimal segment لما يطلع سنسمي cavernus segment وراء سيصير سيصير ثلاث سيجمينت هذا هو هاي السيرفيكال السيرفيكال وراء هاي البتوريوس وراء الكافيرنا سلاكريمال ما يطلع وراء يطلع الوبثالامك هاي ما دقق عليهم الدكتور وبعديا قرار رح ناخذهم سيجمال سيجمال تخذونا بالنيورو ساينس يعني هاي مجرد حفظ الآن هذا الانتيرنال كاروتود آرتي الآن لدينا الأكستيرنال اللي هو انتيريار يمشي قدام الانتيرنال و باس ديب باستيريب الديغاستريك مثل ما تشوفون هاي الباستيريب الديغاستريك فهو يمشي وراها الآرتي الهدو والنك اللي غلدينا الهدو والنك هو هذا يطلع برانشات و تغلدينا الهدو والنك كلها معدالبراين و انتيريب الديغاستريك و يمشي قدام الهدو والنك من يمشي قدام الهدو والنك من يمشي قدام الهدو والنك مثل ما تشوفون خلو نشوف يهو اسهل واحد هذا سهل اوضح شيء انه يطلعنا ثمانة برانشات مثل ما تشواحة ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية لا يطلعه ستة و اخير شيء ينقسم بالنك النك مال ماندبل مهنانة خلف النك مال ماندبل راح ينقسم الى التيرمينال تو برانش الستة والتيرمينال الثمانية اول شيء سبير ثايروت يروح للثايروت ينزل هنا على الثايروت النكويل يروح للنكويل يعني لللسان فاشل يغذين الوجه وعدنا الاسcending pharyngeal يغذين الفارنكس جوه والمسل من الفارنكس اوكسيبيتال يروح للأوكسيبيتال باستير ايوركر يغذين ايوركر والمدل ايرل سبافيشال تيمبوري يروح للتيمبوري الفوصة هنا والمكزيلي هم يغذين هاي المنطقة والإنفراتيمبوري والفوصة هنا يغذين المكزيلي ذهن الثمن برانشات وذن يخلال الملزم سنأخذ هنا برانش برانش مثل ما اذا شوفون هاي صورة ثانية هم نثمن برانشات السبيريار الثايروت الانيقوال فاشل السبيريار ايوركر والأوكسيبيتال سبافيشال تيمبوري ومكزيليارتري جيد الثمن برانشات مثل ما تشوفون تلاحظون يروح للانتيريار ويروح للبوستيريار ويوجد التيرمينال فرح ناخذ أول شي الانتيريار برانش سبيريار ثايرويد محضر برانشات في المحاضرة برانشات برانشات الخريطة برانشات اتركب في التيرويد ويباري الثيرويد حسنا رقم الهاتف بالطريق سأشرح الى الغست الهاتف حسنا الشعب الهيبو غلوسي المترجم الهيبو الغالي تنكز على الهيبو الغل موسيقى ساعدنا هذا الكامن كاراتيد وهذا الكامن كاراتيد كنا أول برانش هذا السبيرير ثايرودي اللي رح ينزل للثايرويد البرانش الثاني اللي نقوال هذا اللي قبل يروح مثل ما تشوفونه قبل رايح للتانك ويغزيننا التانك والفلور الثالث الثالث الفيشيال عطري عطري السبمانديبلار تريغل قبل أن تصل على الناس هذا يمشي بالسبمانديبلار تريغل اللي هو بين الانتيري والبليا والموسيقى بعدين يطب للفيس سبلاي تونسل والبالت والسبمانديبلار الغلان الغلان يعني الكونتين من السبمانديبلار من المسل ومن المسل والتونسل من راح يغذيها الفيشيال انتر الدفيس بالترن باللوور بوردر من المنتبل يعني هنا يدخل الفيس يعني هيت راح يلوف ويدخل يعني يلوف على المنتبل ويدخل للفيس ويني هذا الفيشيال دا شوفون مثل ما دا شوفون دا يمشي هنا بال بالله يمشي بالصب مانديبلار تريانجل شوية ومثل ما دا شوفون دا صير بهاي الكاسرة ويصعد يغذينا الفيس هو الفيشيال تريانجل لما ناخذ الثايرويد راح ناخذ السوبيير ثايرويد ارتري البوستيري اللي طلع من وراء عدنا اوكسبيتل هذا اللي يطلع من وراء الستيرنوكلايد ومستويد يطلع جوه فرح نشوفه بالابكس ما البوستير سيريكال تريانجل صبلي الزباك يعني الجزء الخلفي من الجنجو ما هي بالمكان البوستيري اليوركال الر3 سبريشي مستويد مع التمبورل هذا المستويد هذا فهو فوق راح يمشي ويغذينا اليوركال ما الاذن اليوركال اوكسبي راح يغذينا المدل اير اللي هي صايره ديب المدل اير عن طريق برانش اللي هو ستايلو راح يطلعنا من البوستيري اليوركال الآتري هذا هو البوستيري اليوركال الر3 مثل ما تشوفوه وهي داية برانشات وهذا الأوكسبيتال اللي جبت لكم علي اذنى ما يشرح سهلات ما بيهن شيداني المدل برانش الاسسندي خوصز الفرنجيال الر3 ما بيهن المدل هذا يصعد هذا الأكسيبيتال يروح الديواري وقلنا هذا الباستير أوركل وهذا التمبرل هاي دي شوفون هذا البروت روت مات هذا المستويدي بروسس فهذا السوبرفشيال إذا ده يمشي والأسيندينج أخطي لكم الأسيندينج أخطي الأسيندينج شو موجود الأولى هذا المجزل أسيندينج فرنجيال ما يبين هنا لا يعني أصلا هو ما أعتقد موجود إذا ورا الأسيندينج فرنجيال أرتري لدينا التيرمنال برانش وهذا السوبرفشيال تيمبرال يروح للتيمبرال فوسة يصعد فوق عدل هذا تشوفوا هذا الصعد هذا السوبرفشيال تيمبرال هذا وهذا والمجزل يمشي لي قدامه بالمجزل تيمبرال ما هو المجزل يمشي و كما تشوفون هذا بس المجزل مثل ما تشوفون ديب يعني يصح ما يكون في فوق العظم بس المجزل يصح ديب إذا وخرنا الأسيندينج سونا على height راح يطلع عني هذا المجزيلي ويكملنه كال Superficial Temporal هذا اللي يصعد اللي فوق جيد هزا داني البرانش مال من الاكستيرنال كاراتوات قلنا الانتيرنال ما بيه برانشات وداني البرانشات كلنا راح نعيدهن جيد هزا الفين اللي يمشي بالكاراتوات خلصنا الارتريز وقلنا الاكستيرنال ما يمشي بالكاراتوات ما لا علاقة بالكاراتوات هزا الانتيرنال جغلال فين اللي يمشي بالكاراتوات امرج من الجغلال فورامن اول شي راح يبدينن من الجغلال فورامن وانصال الجغلال فورامن هزا شوفكم اياه الجغلال فورامن هاي رحظة هذي جغلال الجغلال فورامن اللي ساير بين التمبرال ومن الوكسيبطال هزا الجغلال هاي جغلال هاي الفتحة هاي الجغلال وهي مالاتة الانتمرق فلما نسوي بازا شوفون هزا الانتيرنال جغلال دي طبونا من الجغلال فورامن اللي يبين الوكسيبطال والتEMPORAL هذا انتيرال جاكولر بعد بوستير ذكرات ارتهام عندنا الفينز بالباس اوف اسكل الفين رح يكون بوستير الارتري بعدين لما ننزل بروت مان نيك و هي بداية بروت مان نيك رح يكون لاترال لاترال و شوية انتيريار و اذا نزلنا كلش للسوبية رميدياس تانية رح نشوف الفين اللي هو سابكلافيان انتيريار للارتري لذلك الفين تبدي انتيريار للارتري مثل السابكلافيان و الراكيوستيفاليك فينز ليصير انتيريار للسابكلافيان آرتري والاورتك ارش بعدين بروت اوف ذنك رح يصير لاترال مثل ما يشوفون هالا الانتيرال و بالباس اوف اسكل رح يصير بوستيريار هذا كل شيء مهمة البارت مالكاروتدشيث الذي سيجعله الانتران الجغلير يعني ينقص مو كامل ناقص يعني هو الشيث راح تكمل للكاروتدكنل للمارغين مالكاروتدكنل يعني تكمل ويقى الارتري ذلك راح يصير بيها ناقص عن طريق مالفين انسا سيرفيكالس والتيب سيرفيكال نوس مثل ما يشوفون ذني النوت هذا ذني النوت خير اللون هيا وهيا وهيا وهنا الانسا سيرفيكالس تطلع من نانا ومن نانا related to it انس بيونتين with a subclavian vein ها نعرف هاي شون ينتهي التحدوية subclavian يسوينا براكيو السيفالي contain one pair of valves وذكر إليه شون pair of valves يعني هو ويلي gravity مادة الدمي بشيء ما يحتاج ويليه طريق مالفين اصنع ضفارة نفس الارتري وهي الانفير بترسال ساينس هاي رقم واحد ايه الارقام بين الصورة هاي هنا ساينس عبارة عن شبكة سايرة والأكسبيتال vein اكيد اكسبيتال يجينا من وراه والثالث سايرو جلوسو فاشيال vein هاي اللي ياخذنه من الفاشيال ومن الجلوسال واخيرش الفانجيال فين الرابع هاي من الفارنجس والميدل سايرويد اللي ياخذنه جوة كلش ياخذنه من السايرويد لاني سهل عطم ابي شي حفظ جيد هاي الكيس مو الهارتفيل الهارتفيل هو شنو فكره الهارتفيل انه القلب ما يضخ كمية كافية من الدم لذلك هو ما رح يضخ دم شوية شوية لذلك الدم رح يتجمع رح يتجمع بالفينز القريبة من القلب فاو اكسر فينز اللي يتجمع بيه اللي هو انترنال جاقلالر فين رح يتجمع بيه الدم هذا الانترنال جاقلالر فين لذلك رح نشوف بيه بلس واضحة ورح نشوف بيه بلس يعني بدون منطقة هو بيه بلس مبينة واضحة ومتوسع ومبين هاي ليش هاي بلس مبينة بلس مبينة وضع رح يصير الهاتف رح يقوم به القلب يزيد معه البرشور يعني الدم رح يتجمع بيه يزيد معه البرشور رح نشوف البلس مثلا هاي جهة يمنا مع القلب رح يزيد بيه البرشور سيصبح يتوسع عن الهنة من الهنة جيجلر سيتوسع عن الهنة من الهنة و ستنقل الهنة من القلب هذه مهمة جيد يمشي بين الهنة والأرتري بالكاراتو تشيث يجب أن يخرج من الهنة الذي يخرج منه من الهنة و عندما تصل الهنة و هو أقبحت عن السنة و إنتاجه من الهنة وسأخذها بالنيروسائنة تأخذ المكان أخذ المكان تأخذ المكان المكان الذي يخرج من الهنة للهنة و يلغم يعني سنونا نستربيوت يعني هو الفاقس نيرف سيوصله للفارينجيال لارينجيال مصل هاي بعدين انتخذوا يعني هو حتى الدكتور ما شرحه يعني هاي شوان مثلا لما تذكرون ان السيوان يأتي الهايبوغلوسل يمشي ويوازعه هاي نفس الشيه سيأتي الفاقس نيرف للسباينل ويوازعه ويحتوي على 2 غنجليون وكونتين يحتوي على هو يحتوي على فايبر اسمال نيرف سنسوري وموتور يحتوي على فايبر اسمال باراسمباستيك ايضا اللي مثلا ما تذكرون بالقلب شان هو يسوينا براديكارديا وذن السوال باراسمباستيك وورك البرانج ماتة المنينجيال هاي المنينجيال هذا موجود بالبراين يعني يمي البراين هو اصلا يطلعنا من البراين هذا رقم واحد اللي يعتبر سنسوري المنينجيال واريكولار سنسوري الأكستيرنال هاي يعتبر سنسوري يسميه والفارنجيال موتور المنينجيال هذا الفارنجيال اللي يعتبر سنسوري يعني يعمل الوصول على الدستريبيوت يعني الوصول على الوصول على الوصول للفارنجيال يعني شخص نحن نستطيع هايبو الآيبو الآيبو سيؤدي السباينل المنينجيال سيؤدي السباينل يحتوي على سنسوري وموتور للارنكس والصيرفايكال كاردياك نيرف البراسمباثاتيك هذا الخامس يسوينا السيرفايكال كاردياك نيرف واخير شي الريكارنت لارنجيال الريكارنت لارنجيال الريكارنت لارنجيال بالليفت والصبوكليافيان براكيو سيفاليك بالرأي وبعدين يرجع يصعد للثيرويد سوف نقوم بالمحاضرات الجاية هذا يعتبر سنسوري وموتور يمنى الفاقس نيرف لارنجيال جيد الآن الهايبوغلوسال نيرف الهايبوغلوسال نيرف الهايبوغلوسال نيرف رقم 12 من الكرينال نيرف كروسسلاترال يعني الاترال لارنجيالكارنتر مثل ما ترى يكون هذا هذا الاترال الأكسترنال كروسسلاتر سوف نقوم بسيبرا الأنسا سوف يوصل إلى الهايبوغلوسال ويضع نيرفين قبل الثيروهيويد والجينوهيويد سوف تأتيجها نيرفاته من الهايبوغلوسال نيرف من يوصلنا إلى الهايبوغلوسال نيرف إنتر على الهايبوغلوسال نيرف لإنتر على الهايبوغلوسال نيرف يعني وما يوضعنا السيوان سوف يذهب إلى الهايبوغلوسال نيرف ويغذين المسل معدها بالتغلب السيوان خاطئ الأول سوف ي委حرنا يображ نخون إلى الجهات port اذا كرغلوس الجهة سوف يذهب الهايبوغلوسال نيرف المثل سوف يذهب الهايبوغلوسال نيرف اوها لا مثل sterilTF لأ وياتجاه المضروب راح يروح التانك زيان هسه لاني هسه نكمل هن بس هنذكركم بل تريانجل هسه قلنا اول شي بين الانتيريار هاي الانتيريار وهاي البوستيريار بولي أو دايغاستريك هذا سبماندبل بين الانتيريار بولي والانتيريار بولي هذا السبماندبل بين هاي هاي عموهايويد والبوستير بولي ما دايغاستريك والهاي السيانوكلايد وماستويد هاذه التريانجل واخيرش المسكولار اللي بين المدلين والموهايويد والهم السيانوكلايد وماستويد الانتيريار بولي هاذه المسكولار هسه راح ناخذ ال عانو بخلي هن بهاي المزمة التريانجلز اوله قبل ان اخذ نخضي cixt hopefully على الفي شي ال weekend اللي هو هذا شكل هاذ شكل ال象 يتكون ان البدي هذا صاحب الى ماشرع واليجر 선물 سوف اضطرشتeness وبكان الّفجاضي وهذا طرف قبري تيوبركول هذا فقط سمعوا هذا البون ما بيجوينت مو مثل بقية العظام فقط يعتبر مسكولار بون يعني فور مسل أتاجمنت يعني بس للأتاجمنت المسل ما يسوي جوينت ويغير عظام بس للأتاجمنت فوقها هناك أربع مسل يسميها سبراهايويد مسل وجوها هناك أربع يسميها انفراهايويد مسل سوف نأخذ المسل الانفراهايويد والسبراهايويد ونأخذهم بها تريانجل موجودة الآن أول شي قبل السبراهايويد سوف نأخذ المسل سوف نأخذ المسل السبمانديبلر تريانجل السبمانديبلر تريانجل القنت المواعدة السبمانديبلر أغلانت كبيرة بحجم الجوزة facial artery اللي يمشي بالصب mandibular بعد شيء اس shape ويصعد للفاس ويغذيه كل الجلانز والتونز وحتى المسل الموجودة بالصب mandibu triangle بعد صب mandibu triangle شحته وانا كماهي الـ facial vein صب mandibular length note وصرب الانطف الانطف ها يمع بسياري semanas هذا السابع رائع المسبوع السابع y هي الصاب ماندي بالصاب ماندي بالـ حسنا أخذنا الثام ماندي بالثat سوف نأخذ السبرا السبرا هيويدي المصل يمكن لديك أربعة الليه ال-digastric و-stylo-hyoid و-mylo-hyoid و-hyoglossus ماشي زين اول واحدة عدنه ال-digastric ال-origin مالته ال-interior bully ال-digastric fossa و-bosterior bully ال-digastric notch ال-bosterior bully منين تيجينه تيجينه من ال-mandible من اللي قزديه من اللي هاي temporal من ال-temporal bone اكو في شي اسمه ال-digastric notch ال-interior bully تيجينه من ال-mandible مثل ما تشوفون اكو في شي اسمه ال-digastric fossa جوه بال-mandible بال-inner surface ال-insertion مالته شون راح يصير ال-insertion مالته احنا موعدنه هاي البosterior bully جاية وراح تتتجي تتحدوها ال-anterior bully راح يتحدن في شي بتندن واحد هي مو هاي ماصل هاي ماصل راح يتحدن بتندن هاذا نسمي intermediate tendon هاذا هاذا ال-intermediate tendon راح يتعلق بال-hyoid bone راح تيجي هاذا ال-hyoid bone راح تيجي هاي برس راح تعلقه بال-hyoid bone مثل ما تشوفون هناني هاذا تندن جاي وهذا تندن جاي مرتبطات واكو فاي برس معلقته بال-hyoid bone زين زين ال-nerve supply ال-anterior bully mylo-hyoid nerve والبoster bully facial nerve ال-anterior bully mylo-hyoid nerve هاذا هسا راح ناخذه هسا راح ناخذه ال-mylo-hyoid bone او بالمحاضرة الواراها بالمحاضرة الواراها وال-facial nerve نعرفه من الكرينال هاذا واحدة من الكرينال زين شعرنا بعد ال-action يرفع ال-hyoid bone يرفع ال-hyoid bone وابن ذا موث واللي تفتحن الموث بشكل هسا مثل ما دا شوفون هاي ال-anterior bully ال-diagustric اللي تطلع عنه من الماندبل وهاي ال-posterior bully اللي تطلع عنه من ال-temporal ويتحدن هنانا بال-tendle من النص وقلنا مالتها تسحب ال-lower chain مالتها اللاور chain يعني تفتحن الموث ويدلي زين بعدش عدنا مصل عدنا المايلو-hyoid muscle المايلو-hyoid origin mylo-hyoid line هسا شوفكم هاي هي هاي المصل هاي المايلو-hyoid هاذا اللين الأحمر ماشي هاي المصل المايلو-hyoid تطلع عنه من inner surface of mandible زين زين insertion ال-insertion مثل ما يشوفون ال-posterior fibers هاي ال-posterior fibers وهاي تروح لل-hyoid point بينما ال-interior fibers ستروح بالرف هذي هذا الرف اللي هو يعني ما كان يصير شي لما يلتقن يعني واحدة تقابل اللخ واحدة ترتبط باللخ فرح يسوينا الرف يعني ارتباط يعني المصل رح تتحد يعني واحدة وياللخ رح تتحد هذا الرف قال علي ملاحظة خارجي أنه أي flat muscles يلتقن فيما بياناتهن رح يكونن هذا الرف وليساعد بال-stabilization مع المصل ورح يسوي stable و-stable action of the muscle زين وال-hyogloss is أخي muscle a greater a greater corner of the hyoid تطلع لنا من ال-hyoid ونسير شين side of the tank side of the tank هسا رح ناخد هين هاي hyoglosses مثل ما يشوفون ده تروح للتانك ده ترتبط بالتانك هذا التانك ده ترتبط بالتانك ومنين طالعت إني من ال-hyoid bone نيرض نيرض هاي بوغلوسل نيرض 12 قلنا قبل شوية هو ليغذيه واذا نضرب يروح الـنسان عن نفس الجهة ده ترتبط بالتانك وتضغط النا ترتبط بالتانك ازيان اخير شيش بقعدنا بقعدنا submental submental triangle هذا اليوبين الـ two anterior bully يوجد موجود بجهة واحدة و boundaries ما تتك أخذنا هاي و الـ content submental branch of facial artery facial artery راح يطي submental branch beginning of anterior jugular vein راح يبدي هنا واللينف نود والنيرف تومايلوهايويد نيرف تومايلوهايويد قلنا رح ناخذه بعديا والسبمنتل لينف نود هاي سهلة ما بيه شيء بقيني نقوف انتيري رجاجلر فين خلي شوفكم ياه هذا فين هذا الانتيري رجاجلر فين هاي مثل ماذا يشوفون ده يبدى من السبمنتل تريانجل أخير ملاحظة وتنتهي الملزمين انو اذا شفتو سولنج بالصيب منتل تريانجل دائما الباثولوجي يعني السبب من هذا السولنج راح يشوفو بالفلور أوف ذا موث يعني جو التانج يم التانج هناك يعني اذا شفتو سولنج دائما راح تدورون على الكوز بالفلور أوف ذا موث خلصت هاي الملزمين